أرجوكوا ما نغرأش في ده تاني أرجوكوا حان الوقت إن إحنا لأي مسؤول عن القرى المصرية لازم يكون فيه وقفة ولازم يكون فيه قعدة الناس اللي بتحب القرى المسؤولين على القرى المسؤولين عن الرياضة في مصر لازم كلنا نقعد على الترابيزة ونقول إحنا فيه طريق الخطأ القرى المصرية فيه خطر لازم نعترف بدا يا جماعة لازم نعترف بدا مش عايزين نجيب اللوم على لعيب أو مدرب أو 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 احنا لازم كمنظومة وبصوا للمنظومة كورت القدم في مصر خلال خلال الأربع خمس سنين اللي فاتوا هل نتاج هذه الأجواء وهذا الجو من الرياضة وخاصة كورت القدم حيفرز لك لعبين وحيفرز لك منتخبات تقدر تأدي بشكل جيد وتوصل كاس عالم وتنافس وا 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 بالتأكيد لا هل المسؤولين عن الكورة في مصر والرياضة في مصر شغلين بالهم بتطوير الكورة المصرية خلال الخمس سنين اللي فاتوا بالتأكيد لا هل عندنا مسابقات على مستوى جيد تفرز لعيبة دولية على مستوى جيد مقارنة بالمغرب وحتى منتخب السعودي وصل ست مرات لكاس العالم يعني مش عايزة جيب سيرة أوروبا لأن الفوارئ كبيرة جدا فأنا متوقع زي ما بقول لحضراتكم من دلوقتي هتلاقي السوشيال ميديا مولعة كابتن اهاب جلال يمشي كابتن اهاب يكمل كابتن ما احترامي لكل اسمها كابتن حسام حسن يجي لو فضلنا دايرين في هذا الملف وهذه الحلقة هنفضل محلك سر يا جماعة لازم يكون فيه قعدة ولازم تكون فيه وقفة قوية جدا جدا من كل مسؤولي الرياضة في مصر عن ملف كورت القدم نقعد يا جماعة على التربيزة ونحل مشاكلنا عندنا مشاكل كتير ما انت مش هتقدر تحل طول ما انت بتقول احنا ما عندناش مشاكل واحنا زي الفل احنا مصر طبعا مصر قد الدنيا لكن قد الدنيا بالشغل بالتعب بالاجتهاد بانك لازم تحط قواعد ولوايح علشان تطور الكرة المصرية لازم نقعد مع بعض ونتكلم لازم يكون فيه وقفة جماهير مصر كلها حزينة اه حزينة بس مش عايزكم تزعله قوي لان زي ما بقول لحضراتكم هذا هو جرس انذار بس قوي شوية جرس انذار قوي جدا ان لازم يكون فيه وقفة مع الكرة المصرية بنتكلم على مستوى الاندية بنتكلم على مستوى المنتخبات الوطنية بدرجاتها بنتكلم على المدرب المصري بشكل كبير بنتكلم على المواهب المصرية هل ما عندناش مواهب هل هو دوت المواهب هل هو ده امكانيات اللاعب المصري اكيد عندنا افضل اللي بنشوفه من محمد صلاح وبنشوفه من نني وبنشوف وبنشوف لا عندنا ناس افضل طب الناس ديت ازاي تتطور وازاي تبقى موجودة في الصورة وازاي 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 كل دوت لازم الناس تتكلم فيه وتتكلم فيه باسلوب علمي وليس اسلوب حسب الاهواء انا بتكلم دلوقتي باسم يعني لصالح القرى المصرية لازم كل الناس تقعد اللي بتحب والمسؤولين يعودوا على ترابيز احنا دلوقتي وقفين فين احنا وقفين عند الستج طب عايزين نطلع فوق 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 عندنا مشاكل عندنا مشاكل في واحد اثنين ثلاثة اربعة ونبدأ نحط حلول لهذه المشاكل انت دلوقتي مشكلتنا مش ان انت تماشي الكابتن اهاب جلال واكس من المدربين يجي مدرب اجنبي ولا مدرب مصري طب الكابتن حسام حسن قيمة كبيرة جدا جدا ولكن مش هو برضو ده الحل لو عايزين تاني نشوف الكرة المصرية مقارنة حتى الكرة المغربية او الجزائرية او على مستوى المنتخبات ونبدأ نبص للمنتخبات الاوروبية مش الكبيرة حتى على مستوى المنتخب السويسري الدنماركي المنتخب السويسي يعني لو تبص لهذه المنتخبات هم عارفين مشاكلهم فين وبدأ يحلوها من بدري احنا بقلنا اكتر من عشر سنين يا جماعة صدقوني والله العظيم لو كان في وقفة مع كل اخفاق وقفة حقيقية ونحاول نصلح من مشاكلنا ما كناش وصلنا لهذه الدرجة هذه الدرجة اللي بتكلم عليها انك تتغلب بهذا الاسلوب بهذا الشكل امام منتخب اسيوبيا دي طبعا محدش كان يتوقح تاني مش عايزة لوم على اللعيبة مش عايزة لوم على الكابتن ايهاب جلال لكن بلوم دايما على ان احنا ما بنحلش مشاكل الكرة المصرية